بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارتن وبنتكلم هنا على ايجزامبل او ديزاين ايجزامبل هنا المسألة بتاعتنا او الايجزامبل ده بنسميه دابل كانتليفر فريم وده بيستخدم كتير في المصانع المسافات عندي الاسبان 12 متر الكنتليفر من الجهتين 2 متر ونص ارتفاع الكنتليفر 3 متر ونص من الكنتليفر اللي اعلى السقف 2 متر ده شكل الاحمال اللي هي سواء كانت يونيفورم او كونسنتريتد والملاحظة هنا طبعا عند اي ساكندري بيم موجود في حمل اللي هو الرياكشن بتاع الساكندري بيم الفريم عندي على البيز هنجد هنجد في الحالة دي ده اندي تيرمند فريم طب الحل ايه عشان نحل بسرعة بنفرض ان الاكس هنا في لها قيمة من الواي فمجرد حسبة الواي تقدر تحسب قيمة الاكس الجبن داتا اللي هنشتغل عليها اللي هي مقاومة الضغط 25 الاف واي تلتمية وستين العرض بتاع الفريم او الويتس تلتمية وخمسين مليمتر تي اس مية عشرين والسباسينج ستة متر الريكوايرد نامبر وان درو زا انترنال فورس اللي هي الدياجرام بتاعة الفريمز نامبر تو ديزاين لكريتيكال سيكشن نامبر سري درو الديتيلز الملاحظة هنا ان كل الاحمال اللي موجودة عندك على الاجزامبل اعبارة عن ووركينج لود طيب انا بسهولة تقدر تحسب الواي نتيجة السيمترية وبالتالي حسب قيمة الاكس نقدر نحسب المومنت على الفريم حيطلع بالشكل الموجود نحسب النورمال فورس على الميمبرز سواء كانت الكولم او الجيردرز يبقى في الحالة ديات انت رسمت البندنج مومنت والنورمال فورس مطلوب ان احنا نحدد القطاعات اللي عليها مومنت مختلفة فالجيردر اللي عندي هيبقى فيها تو سيكشن سيكشن واحد وسيكشن تو الكولم اللي عندي فيه سيكشن تلاتة الكنتليفر فيه سيكشن فور كل سيكشن واضح من الدياجرام قيمة المومنت وقيمة النورمال فورس محددة لو مساكنا سيكشن واحد سيكشن واحد ده طبعا ريكتانجلر سيكشن عليه المومنت والنورمال معلومين من الدياجرام بس بنضرف واحد ونص عشان نحول للألتمت ستيت حسبنا الام والان الخطوات في الحالة ديات لما يبقى عندي مومنت ونورمال والنورمال ده بنحسب الدي زيرو وبنفرض السي وان بتلاتة ونص بنحسب الجيه تمانية وسبعين من مية او الجيه المناظرة لها تمانية وسبعين من مية يبقى الدي زيرو الف متين تسعة وسبعين وبنختار الدي الف وربعمية وبالتالت تي بتبقى الف وخمسمية لاننا بنزود الكفر ميت ميلي طب بنعمل التشيك نشوف النورمال فورس على F في سي يو في البي في تي الكلام ده بيطلع اربعة من مية يبقى احنا هنا هنحمل النورمال فورس ترجع تعوض في المعادلة عشان تحسب السي وان الجديدة تجيب الجيه تعوض في المعادلة بتاعة الاريا ستيل حسبة الستيل طلعت عدد الاسياخ اللي هو تمانية فاي اتنين وعشرين طب سيكشن اتنين عليه ام وان من التشيك على سيكشن واحد اهنا عملنا النورمال فورس بس السيكشن ده تي سيكشن يبقى محتاج تعرف البي اللي هو الويدس بتاع الفلانج اللي هم التلاتة معادلات المعلومين بنختار اصغر قيمة اللي هي عشرين تلاتين تعوض في المعادلة بتاعة الدي تحسب السي وان تجيب الجيه من التابل تعوض تحسب الاريا ستيل تعمل تشيك على الاريا ستيل مينموم اللي هي في الحالة ديت الف ربعمية سبعة وتسعين هنا الاريا ستيل اللي انت حسبها الف وخمسمية يبقى الشغل بتاعك سيف تقدر تختار الحديد اللي هو خمسة فاي اتنين وعشرين سيكشن تلاتة اللي هو في الكولم ده سيكشن ريكتانجورا عليه مومنت وعليه نورمال احنا هناخد التي هنا نفس التي بتاعة الجيردر اللي هي الف وخمسمية بتعمل تشيك على نورمال فورس طلعت القيمة اكبر من اربعة من مية يبقى احنا محتاجين نصمم السيكشن بحيث يستحمل المومنت والان فبنعمل ال اي اللي هي ام على ان ال اي بنحسبها واحد اتنين وسبعين من مية تحسب ال اي عال تي واحد وخمستاشر يبا انت اشغال على طب بيج اكس انتريستي طب بيج اكس انتريستي ليه خطوات اول الحاجة بتحسب ال اي اس حوالين الستيل ام يو اس اللي هي النورمل في ال اي اس تبدأ تعوض في المعادلة بتاعة ال دي تحسب السي وان تجيب الجي المناظرة تعوض في المعادلة بتاعة حديد التسليح اتلاحز هنا الاريا ستيل بتساوي ايه اما على اف واي في جيف دي ماينوس النورمل على اف واي على جامع اس اللي هو معامل الامان يبقى الكلام ده معنى ايه ان النورمل الفورصة عندي لو قيمتها زادت يبقى الاريا ستيل اللي انا محتاجها القيمة بتقل يبقى الاريا ستيل بتساوي الفين تلاتة وتلاتين مليميتر سكوير في الحالة دي بنختار ستة اسياخ في اتنين وعشري اوكي وبتعمل التشيك على الاريا ستيل مليموم طب سكشن اربعة اللي هو السكشن اللي موجود في الكانتيليفر سكشن اربعة عليه مومنت والنورمل بزيرو ده سكشن بنصممه اندر بندنج اندر بندنج يبقى الدي المعادلة بتاعتي بنفرض السي وان بثلاثة ونص والجي المناظرة تمانية وسبعين من مية حسب تدي سبعمية وخمستاشر بنقربها تبقى سبعمية وخمسين يبقى التي اللي هو الاوبرول ديبس تم مميت مليميتر تحسب الاريا ستيل من المعادلة وتختار الحديد اللي هو خمس اسياخ فاي اتنين وعشرين